من زمان ولا حاجة هو يعني احنا اه لقينا الكليمة دي موجودة في السعر اللي بيباع دي للمواطنين. موجودة بتحصلها هيئة البترول هي العمل البترول. فتوافقنا على انه الكليمة دي. لا بتحصلها لصالح مين? للهيئة. للهيئة. اه. ما بنتخلش موزنة الدولة. لا لانه دي هيئة اقتصادية. اه. اه. طيب انا عاوز اخد المبلغ ده منه في سورة تراس ميخش الخزانة العامة للدولة. نعم. نعم. اللازم يكون فيه تشريع. عشان بالتشريع دوت يبقى القانون بيقول له المبلغ دائم اللي من الخزانة العامة للدولة. اه. هذا الموضوع يعني هو خد حجم اكتر من حجمه. اه. نتيجة ليه انه اه كان هناك اه يعني اه يعني ان الصورة مش واضحة. اه لي السادة عبر مجلس النوار بالموقرين. اه. اعتقد انه النهاردة اه دولة اه رئيس اه دكتور عبد العيل اه يعني طلب اه صراحة. فبشكل واضح لا تأثير على الاطلاق على اسعار الوقود ولا المواصلات وبالتالي المواصلات وكله الامور زي ما هي. بالعكس ده انا طلبت من معالي اه وزير بطرول كلمته بعد تاريج جلسة. اعتقد انه اه كل محطة تحط كده حاجة تقول لا تغيير في اسعار البنزين والصلة. فكرة كويسة دي. اه. عشان. اه. يعني. نعم. عشان ناس تقتنع. لا هو بص الناس الناس مع وقت. الناس يعني هو انت حياتك بتروح تموم ولا ده بروح بروحي. نعم. بيقولك كزا وخلاص ما بتحسبك. لا لو انه شاف حاجة غير اللي احنا بنقولها. مه. ولله. مش الناس دي كان بتقول كزا. يعني احنا مش احنا بنتكلم على حقائق. مه. في ناس بقى عاوزة تعمل زي نوع من ايه. اي حاجة تعمل منها مشكلة وتخش وبقى تقع. لانه عندها اهداف خبيثة وهو طب ما هو الناس هتشوف وهتتبين مين. هل في زيادة ولا لا? هتتتبين مين السابق من الكزار. نعم. من اللي كلمته احنا هقول حتك على حالة. قضل. واحنا بالراهن على الشعب الوعي. لانه الشعب في الازمة اللي بيمر بيها العالم كله والبيتمر بيها مصر. ها? قدرك تماما انه برغم ان احنا خدناه وروحنا به. اصلاح اقتصادي كان صعب عليه. ها. لما قدرك ان خرضى ان هذا الاصلاح الصعب. احنا كنا صدقين فيه. انه بنقول لأوي اقتصادنا علشان لما يجي صدمات نقدر اه نتحملها. فاذا على مدار الفترة اللي فاتته برغم الصعوبة والاصلاح وما الى ذلك. لكنه في الازمة دي وفي ادارة الازمة دي. ادرك انه لأ اللي كان بيتعامل صح. اللي كان بيتعامل هو اللي مكن الدولة المصرية. انها تقدر فيه. ظل هذا الظرف. الظرف القاسي جدا. القاسي جدا. انها تقف. وانه ان المواطنين ما يتأثروش بي اه اوضاع دول اقتصادها اقوى من هنا. متأثرة بيه. تأثر سلبي شديد جدا. العالم كله متأثر بيه. الحمد لله رب العالمين بنحاول نقلل لا اقصى قدر ممكن. ما استطيع احنا كدولة وكحكومة وكمتخز القرارات. انه نقلل الاسارة السلبية على المواطنين. بس انا ما كنتش هقدر ده اعمل ده كحكومة. ايه لو كان عندي امكانيات وكان عندي مساح وخباحتك. ليه لانه النهاردة قطاعات في الدولة طلبة انفاق اكتر. طلبة انفاق اكتر. في ظل الارادات متأثرة سلبة. لو انت ما عندكش المساحة دي هتجيبها منين. طيب لو انا بتكلم على الخمسة وخمسين قرشان دول ما بين سولر وبنزين يعني يوفروا اديه لينا للموازنة الدولة اقصد. اللي تنين دول مع بعض يعملوا دخل الموازنة العامة للدولة في حدود ستة مليار جنيه. ستة مليار الجديدة او المشروعات. انا بقى مش عاوز اصيب دي قبل برضو مواطن اقولك طب يعني. طب برضو ممكن مواطن اقولك برضو انا مش مش مسوابها وانت هتعمل يعني. هو مظلة شرائية ان انا اقدر اروح للبترول وقول له بص انا دلوقتي لي حق في هذه القيمة تعالى بقى بنعملها معاك تسوية محاسبية ومالية. يعني دي مشكلة حكومة مع بعضها. مش مواطن وحكومة. نقول الحكومة مع بعضها. نقدر نقولها كده. قبل كده. بالضبط المواطن ليس له دخل في هذا الموضوع. اه. هو حكومة مع حكومة. اه. بس هو النهاردة دايما عندنا في حاجة اسمها. ما كاش تتعمل بشكل ودي بشكل بينك وبين بعض بعيد عن مجلس النواب عشان اللغة اللي حصل ده. هو ده اللي انا كنت عاوز اقوله لك. اه. في حاجة اسمها جهات موازنية. في حاجة اسمها جهات ملحقة عن موازنة العامة للدولة. الجهات الموازنية ارادها ومصروفها داخل الموازنة العامة للدولة. يعني مثلا الهيئات العامة الخدمية. الهيئات العامة الخدمية لا دي إرادة ومصروفة داخل الموازنة العامة للدول لكن لما تقولي هيئة عامة اقتصادية لا دي مش إرادة ومصروفة مش هو الموازنة العامة للدول دي لها موازنة بتطلع بقانون وبالتالي فإرادة ومصروفة لها ممكن يبقى فيها علاقة بتتنظم في فائد بيترحل أو ما إلى ذلك طيب لما تعاوز تاخد حاجة وتبقى لأ حتى لو كنت بتحصلها الهيئة الاقتصادية بس تبقى تروح للموازنة العامة للدول مش تروح للهيئة الاقتصادية خبائتك يعني مثلا 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 هئة سكة الحديث فيه إرادة معاية بس أنا جيت والتي إرادة أيوة إنت هيئة اقتصادية بس أنا عاوز الإرادة يخشيلي أنا كموازنة عامة للدول لازم أعمل القانون مقدرش ياخده كده خبائتك إنسان الهيئة الاقتصادية الهيئة الاقتصادية هي هيئة إرادها ومصروفة داخل عندها هي مش داخل الموظنة عامة للدولة طب انا عاوز اخد جزء من ده يخش عنده لازم اعمل قانون بقى علشان يديني الحق ان انا اخد هذا الجزء وادي ادي لك مسيح النهاردة السجاير الشركة الشرقية او الشركات التانية بتبيع سجاير طب انا عاوز اخد ضريبة على السجاير دي اراح اقول لها ايه زي مثلا الشركة الشرقية ده انتي خمسين